خلينا يا وليد نقول كل سؤال بيستفزكوا كرجالة ونسألوا تعديلوا إيه عشان نريحكم ونرتاح إحنا كمان يعني نرتاح إحنا الاتنين ويأخذنا ونرتاح ما قول إنتوا لما ترتاحوا إحنا نرتاحنا ما بنسألش بعض لا لا إحنا طول ما إحنا مش مرتاحين ما إنتوا برضو مش مرتاحين على فكرة كرجال طيب يبقى أول سؤال إنت فين؟ طب أنا هسأله إزاي غير كده إنت شايف إيه كراجل أسأله إزاي؟ أنا مشكلة عندي كرجع في تلقي السؤال أحله إزاي؟ لو هي بتسألك ده سؤال مهم أو على فكرة في حاجة لطيفة جداً وبتحصل خناء دايماً بسببها الراجل في الشغل فالستة بتكلمه كتير فما بيرد إنت فين إنت فين؟ في الغالب في الغالب بتكون الستة في موت لطيف عايزة مثلاً عايزة تحضر له الأكل الأكل يكون دافي فهي عايزة تحسي بالوقت هو هيتحرك من شغله فهو بيوصل نص ساعة فهو نزلت ولا لسا نزلت فهي عايزة يبقى موت لطيف فهو بقى من كتر السؤال هو ما بيفهمش السؤال بالمعنى ده فبيقلب بإخناقة فطبعاً هي بترجع هي كان عندها توقعات فالتوقعات بتبوز فبتقلب خالص يعني تخيلي لو أنت في موت حل وحد فصر كل اللي في دماغك بشكل سيء ايو يعني ممكن انت ممكن ترد علي ردي اقفلني خلاص ايه يعني هكون فين في الشغل بالظبط طب يا حبيبي أنا عايزة اعرف بس انت قدامك قديه عشان اظبط لك الأكل ما عرفش لما انزل خلاص كده تقفل اليوم بالظبط اليوم تقفل وهي هتدرب بوز وطبيعي اللي انت ردت علي طبعاً هيدي بقى اه انت كمان يعني أنا جاي تعبان وعملالي وكمان ضربالي بوز طب ما انت سبب من الأول فانا لازم احسن التأويل احنا رجالة لازم نحسن التأويل يعني ايه اكيد بتسألني عشان حرق عشان مثلا تستعد عشان تكون شكلة قلط لابدت البيت كده ترتب الولاد مش عايفة تخلي الموت لطيف يعني ده مسؤال عبثي ده السؤال مهم احنا مثلا انا لو عندي فرح كراجل بجد بجد قبل الفرح الفرح مثلا قبلها بساعة ساعتين هفكر هلبس هي والبس انتو لو عندوك فرح انا بشوف الحاجات دي يعني من ثلاث اربع شهور قبلها او ست شهور فيه تفكير وهتلبس ايه ومين جاي فهتبلي حاجة كده يعني عقل عقل مركب بشكل مش طبيعي عشان احنا تفاصيلنا اكثر من التفاصيل فانا لازم افكر ان انت عندك تفاصيل عندي القصة وراء القصة انا كده انا فلاد انما انت عندي قصة وقصة انت بتعملي ده عشان قصدك ده وفي الاخر حسن التأويل اقاول بشكل جيد ده هيفرق قوي ويخلي استقبلك بشكل كويس وانت تدعي تقريبا قدامي وليه انت ما تاخدش المبادرة انت بتقولي حل السؤال انا كراجل ارى يا حبيبتي انا نزل دلوقتي حالا انا كده تقريبا قدامي نص الساعة تريح من غير ما تسألك ولا هي تتعب نفسها ودائما نقول رخي وسيلة للدفاع الهجوم ابدأ انا انا عايف انها ممكن تسألني فاتصل قبلها يعني فيه ساعات كده تفاصيل صغيرة قبل بس بتفرق يعني انت عايف انها في الغالب بتكلمك 3 ا4 مرات في الشغل طب ما تكلمها انت هيحصل ايه طب ما تبعد ما تبعد تسألة انا دلوقتي قربت انا خلصت انا نزل ايه يعني